موسيقى طيب أهلا بيكم معنا مرة تانية مصر عندها هدف الهدف بتاعها هي زيادة حجم صادراتها لمية مليار خلال التلات سنين اللي جاية قولوا ان شاء الله علشان نعرف نزود الصادرات بتاعتنا إذن يجب علينا أن احنا نشتغل بمنتهى القوة على واحد من أهم قطعات الاقتصادية في أي بلد في الدنيا وبالتأكيد من ضمنها مصر ألا وهي الصناعة احنا عندنا مؤتمر خلال كام يوم اسمه مصر تستطيع بالصناعة إيه اللي نقدر كلنا نفكر فيه علشان ننهض بالصناعة مش بس على المستوى الكامي ولكن على المستوى الكيفي تعزيز الصناعة المصرية وبالتالي تعزيز إسهامها في زيادة الصادرات خلونا نرحب بضيوفنا الأعزاء داخل الستوديو سيادة النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منوارنا فاند ازاي الصحة كله تمام أيضا سيادة النائب أحمد سمير عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ منوارنا سيادة النائب أنا كنت بقول دي لجنة اقتصادية صناعية موازنية مصغرة داخل هذا الستوديو هبدأ الأول بعد إذن حضراتكم بسيادة النائب ياسر عمر وهسأل إنه إحنا نهاردة عندنا إن شاء الله المؤتمر ده خلال كم يوم ورئيس دايما يتحدث على تعزيز القدرات الصناعية المصرية وإنه ده اللي هينهض بحجم الصدرات وصولا للمستهدف اللي هو المئة مليار يجي السؤال وما دور القطاع الخاص في ذلك وإلى أي مدى عشان أمور توقع واضح لو نرجع للزمن من قبل سنة 52 هنلاقي كل الصناعة اللي اتعاملت في مصر كانت بأيدي مصريين وطنيين كويس لو مرجعتش الثقة مرجعتش للمصنع المصري لأن المصنع المصري بعد 2011 الناس كانت بتعتبر إن الناس دي كلها إيه مش سليمة بالرغم إن الناس دي هي اللي وقفت الصناعة في مصري من قبل 52 لغاية إيه 2010 الهزة اللي حصلت للمصنع المصري الوطني دي الصرط عليهم لو المصنع المصري ما نجحش جوه مصر ما فيش مستثمر هيجيلك في مصر لأنه شايف الراجل اللي تصحب البلد ما نجحش لازم ترجع الثقة للمصنع المصري لأنه هو راجل وطني وهو راجل بيفتح بيوت الناس كتير وهو راجل لما هيصدر هيجيب عملة لينا ولو ما صدرش وصنع لينا في مصر هنوفر استراض لي بقى برضو ايه وفر لنا عملة وخبرك ودي مشكلتنا في الفترة الحالية كل الصناعات اللي قامت في مصر خلال 50-60 سنة اللي فاتوا كلها كانت وطنيين مصريين وطنيين يعني هاتلي حد مستثمر جه عمل مصنع مش مصري كله مصري يأما هو أنا عندي في مصر فترة طويلة جدا ما هيش يسيرة يعني كان فيها الاستثمارات الصناعية استثمارات مشتركة مع جنسيات مختلفة ومع استثمارات مباشرة من دول مختلفة لما نرجع بقى ونشوف هنلاقي إيه البداية كانت بعد 52 الدولة هي نفسها اللي كانت بتعمل هذه الصناعات قتال مستثمر الرئيسي بقى يكاد يكون الأول والأوح وكانت صناعات كبيرة وقوية احنا بقى دلوقتي ما تنفعش الدولة ان هي تعمل الكلام ده نهائي المفروض القطاع الخاص يرجع يشتغل زي الأول واحنا اخد بالك واثقين في الصانع المصري والمصنع المصري ورجل الأعمال المصري ان دراجه الوطني وراجل عشرة عشرة ما ينفعش أدي له مثلا طاقة بأسعار أكتر من أسعار العالمية واقول له ايه نافس هينافس مين ما يقدرش ينافس فاليازم الطاقة لدعمه لكن ما زودش عليه ايه سائر الطاقة هو في الوقت الحالي اعتقد ان احنا دعمينهم ودعمينهم واخد بالك بس عايزين ندعمهم أكتر برضه طيب هروح لمسألة ندعمهم أكتر دي وأنا برجع لسات النقب أحمد سامية وإن كان المتحدث واحد من القلاع الاشتراكية القليلة الباقية على سطح الكرة الأرضية والأهل في مصر إلا أنه أنا ما عنديش أدنى أزمة في المزيد من الدفع باق سلال من الحوافز ليست سلة واحدة للمستثمر المصري القطاع الخاص المصري علشان يبقى شريك رئيسي في العملية الصناعية والعملية الاقتصادية بس هيبقى في عندي سؤال أنه في فترة ما ويمكن حتى أظن أو ما أظنش أنه سات النقب ياسري هيختلف معايا أنه سحب البوساط من تحت الصناعة المصرية لأجل صناعات أخرى موجودة في كل حتة في الدنيا وكان السبب الرئيسي هنا مش رخص الإيد العاملة الإمودي العاملة المصرية عمليا هي تعد من الأرخص على مستوى العالم لكن كانت مشكلة الجودة فالسؤال هنعمل إيه عشان نضمن التصنيع بجودة ملائمة للمتطلبات الدولية طيب الشقة بتاع الصناعة في المرحلة الحالية دي ما بقاش موضوع توطين الصناعة اللي بنتكلم فيه بشكل كبير جدا يعني رفاهية بقت حاجة أساسية في ظل أزمة اقتصادية عالمية وأزمات بتتوالى على العالم بشكل كبير جدا الصناعة النهاردة 17.1 من الناتج المحلي ده نسبة قليلة جدا لدولة زي مصر عدد سكانها 103 مليون إن الصناعة بتمثل 17% كناتج محلي القطاع الخاص النهاردة في المرحلة الجديدة اللي هتبقى بداية للجمهورية الجديدة في الأربع سنين الجاية هيترتفع مساهمته من 30% لـ 65% خلال أربع سنوات تبقى لخطة الدولة ووثيقة ملكية الدولة اللي تم ترحاها في مؤتمر رئيس الوزراء طيب هي ليه كانت القطاع العام نسبته زايدة القطاع العام في السنة اللي فاتت كان 560 مليار والقطاع الخاص 220 مليار بنسبة 70-30% بعد كورونا وبعد كمان خطة الإصلاح الاقتصادي الدولة كان عندها خطة لمشروعات بنية تحتية ضخمة جدا في كل مصر ده زود بشكل كبير استثمارات الحكومة المصرية لكن المرحلة الحالية هو عودة للقطاع الخاص في البدء فيها طب لو خدنا القطاع الخاص في الصناعة ايه المعوقات اللي بتخلي الناس ايه دم بقى هم مصريين او اجانب يبعدوا عن الصناعة ان انت النهاردة كدولة كنت بتستفيد من اول جزئية انا عايز ارض عشان اعمل مصنع هسعارها ازاي؟ هسعارها بالسعر الطبيعي دي كانت اول مشكلة ان سعر الارض غالي جدا النهاردة النهج الجديد اللي احنا بنتالب به ان من نركز على سعر الارض نركز على المنتج اللي المصنع ده هتطلعه فاصبح التسعير بقيمة المرافق او الفكرة التانية اللي هي حق الانتفاع لسنوات ونشوف جدوى المشروع الجزئية التانية ان النهاردة مشاركة القطاع الخاص بما يملكه من ادارة سواء ادارة مصرية ادارة اجنبية وتكنولوجيا حديثة في مشروعات هامة جدا في مرحلة حالية ان الحكومة النهاردة تبدأ تتخارج من بعض المشروعات والقطاعات ويدخل القطاع الخاص او يبدأ يحسن مشاركة بينهم ده بيضيف عنصر فعال جدا هو ان الادارة من القطاع الخاص لها مميزات عديدة على عكس ادارة الخطاع العين الجزئية المهمة اوي هو ايه الفائدة اللي احنا بنقابلها النهاردة كمواطن بمصر يعني اقولك انا ليه اعمل مصنع انا كهبت شباب وعايزين نعمل مشروع ليه نعمل مصنع ونعمل مصنع في ايه وهنكسب ازاي انا هنا بحاول اخطب المواطن البسيط اوي ثقافتنا في النحية الاقتصادية في عمل في الصناعة والاستثمار في الصناعة والدخول فيها دي لازم تتغير لازم بقى النهاردة عندنا دعاية قوية جدا للقطاع الصناعي في مصر كمان المتخالات الصناعة مصر دولة بتستورد متخالات صناعة ضخمة جدا في كل الصناعات ازاي نقدر نعمل الحاجات البسيطة جدا المصامير يعني مثلا قطاع الاساس قطاع الاساس عنده مشكلة ان 50% من القيط من المضافة بتاعته الاسطح اللي هي الخارجية اللي هي اخر طبقة دي بييتم استرادها قبل كيش قبل كيش لان ده حلو ايه حلو بحث علمي ودراسة اسواق العالمية طب ما نستثمر شوية فيه ما يتعلق بالاساس في البحث العلمي ودراسة الاسواق واعمل مصانع لما لده طيب قطاع زي مسلا متماس جدا في مصر قطاع النحل يعني فيها حاجة مسلا ما حدش عرفها عسل النحل وكتب مصر الدولة رقم واحد في الصدرات تصدير النحل الحي طيب النهاردة زي 300 مليون دولار سنويا زي ما دعمش هذا القطاع بشكل كبير جدا حاجات كتير ممكن تدينا امثلا النهاردة وافكار لدعم صناعات صغيرة ومتوسطة دعم صناعة في المرحلة الحالية ازاي نتعلم مصر لان تنجح ان انت تعمل مصنع وتوقف الصراط لا توطين التكنولوجيا هو عمل مصنع بتكنولوجيا حديثة عشان نضمن استدامة واستمرارية لان لو استخدمت تكنولوجيا غير حديثة مش يبقى عندي الحراك شرحته في البداية التنافسية مع الأسواق الخارجية وجودة المنتج حلو جدا طب انا هسأذر حضراتكم هروح لفاصل وهارجع مرة تانية بعد الفاصل لدينا الاعزاء بس هبدأ وقتها بسؤال سات النائب ياسر عمر على مسألة ألم تقدم الدولة يعني بدل الخطوة عشر خطوات لدعم الصناعة خصوصا في الإجراءات الأخيرة خلال هذا العام من مسألة دعم هتتحمله الدولة متعلقة بالضريبة العقرية على المصانع حتى المزمع إنشاءها إلى أخير ويعني الدولة طول الوقت بتقدم أنا دايما تخوفي الوحيد من الصانع النصري أنه يتعامل بالمنطق بتاعه أنا عايز أقل القدر الإمكان في التكلفة حتى لو على حساب الجدوى عشان هطلع الجودة أسف عشان هطلع منتج سعره بسيط فيبقى سهل في بيعه ده عمليا يدمر لي الصادرات وأنا عمليا عاوز أعز الصادراتي هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام كل الترحيب بضيوفنا الأعزاء سيادة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وسيادة النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وقلت أنا هرجع مرة تانية سات النائب ياسر عمر على مسألة الإجراءات اللي بتقدمها الدولة طول الوقت اللي دعم الصناعة كل الخشية أن هذه الإجراءات تذهب إلى المصنع والمستثمر المصري اللي احنا بنقوله صنع واستثمر ولازم أنت تبقى حاسس بالأمان جوه بلدك عشان تشجع المستثمر العربي والأجنبي وما إلى ذلك خوفي دايما من مسألة أنا عايز أنتك حاجة في الرخيص وفي الحنين بصرف النظر عن الجودة ده خوفي لا دي ما تخوفنيش ليه أنا عايز مصر لن تقوم إلا على مشروعات المتوسطة والصغيرة في الوقت الحالي اتعاملت البنية التشريعية اللي اتشغل الناس دي بس الأسف الشديد هناك بعض البيروقراطية اللي بين المحليات وهيئة التنمية الصناعية الكلام ده كله بيعطل المستثمر سواء المتوسط أو الصغير خد بالك ده يعني الصغير النهاردة اللي هو شغله واخد بالك يعني في الحدود الأهل من 50 مليون جنيه ده الصغير يعني واخد بالك الكلام ده يعني لازم البيروقراطية دي تنتهي ولازم نبدأ نصنع وما يصحش ان تركيا صدر بـ 200 مليار دولار واحنا نصدر بـ 40 مليار دولار والصناعة أساس التصدير حلو يعني الزراعة النهاردة احنا الحمد لله منصدر بس منصدر بكام بـ 4 مليار دولار وده رقم كويس جدا في الزراعة بس ايه هي الصناعة اللي هتجيب الميت مليار الصناعة اصلا هي عمل تصنيع على الحصلات والمتاجات الزراعية ايوه ايوه دي اللي هتجيب الميت مليار دولار الصناعة اخد بالك فالصناعة دي أساسية لازم انا شخصيا شايف ان في بعض العقد بين المحليات هي التنمية الصناعية عايزة تشتغل بتساعد المحليات بتؤثر عليها في الحاجات المشتركة اللي هم مع بعضهم توصيل المرافق يعني هالمعقولة لغاية النهار ده لسه بنحكي في توصيل المرافق وانا شاهد يعني على مواقف معينة حقيقة الناس صناعية مجهزة الفلوس والمحافظات مش عايزة يتخذ الفلوس يعني يعني الحاجات يعني حايفة يعني ازاي الكلام ده المباني المصانعة ايه اتبنت الحضانات اتبنت كل ده اتبنى وجاهز معطاله على مرافق ماياح الكلام كلام ماينفعش لازم البيروقراطية دي تنتهي بالكامل عارب لازم الشباك الواحد ده اللي بنحكي عليه بقى ان 20 سنة بنحكي عليه الشباك الواحد لكن حتى ازيل اللحظة مافيش الشباك الواحد طبعا زيادة دهاتي هيتعمل عندي حاجة اسمها الشباك الدهبي يعني مش هيبق اسمه كده ايو ده في الرخصة الذهبية تعطى الصناع اللي تكلم عليها بمسطف في مجلس الوزر دي اللي هو القرار الايه في اخر اجتماع على الصناعات التلاتة سيارات كهربائية هيدروجين اخضر وطقة متجددة ديش صناعات كبيرة ماشي ديش صناعات كبيرة والصناعات الكبيرة دي اساسية يعني انت النهاردة لو ما عندكش صناعة اسمانت كنت هستورد اسمانت ما عندكش صناعة حديد كنت هستورد حديد يعني ازاي واخد بالك يعني لو ما عندكش سراميك كنت هستورد سراميك كل ناس اللي استثمرت في هذه المجالات وفرت عليك عملة ده بالعكس فيهم ناس بتصدر وبتجيب ايه عملة بتشتري بها ايه الخامات الاساسية اللي ناس بتجيبها من برا ما انت مش كل الخامات موجودة عندك في مصر طيب وده يمكن كلام اللي كان بيكلم فيه سألت النقي باحمد سنين من شوية هي مسألة المستلزمات بتاعة الصناعة بتستنزف مننا مبلغ كبير جدا لاجل استيرادها هنا هل يبقى جزء من الحلول زي ما ذكر ست النقي بياسر عمر انه الصناعات متنهية الصغر والصناعات الصغيرة هتحللي ازمة المستلزمات والحاجات الصغيرة لكن انا لازلت واقف قدام معايير الجودة وزارة الصناعة اصدروا زي الكود المصري او المواصفة المصرية للجودة انا حتى لما جيت اتكلمت مع علي الوزيرة نيفين جامعة قلت لي يعني هي الكود المصري ده زي بتاع الاتحاد الاوروبي ولا زي بتاع امريكا قلت لأ ده زي بتاعنا احنا حطينا المعايير بتاعتنا الى اي مدى يرى النقب احمد سمير وما بين او نحط كده سلاش نشتغل على تشريعات تؤكد وتلزم الصانع بالتزامات ومعايير جودة طيب القطاع الصناعة الاول فيه جزئية وهارد على حضرتك في الحراكة قلتو بس فيها جزئية هامة جدا ان زي ما احنا بنتكلم الصناعة بتشمل كل الوزارات الدولة كل وزارات الدولة بيلا استثناء المشاكل او باخر مباشر وغير مباشر فعندها مشكلة ان النهارده الامثال اللي بنتضربها فيما يتعلق بالمرافق وزارة الدولة المحلية فيما يتعلق باي وزارة اخرى بتعطل بشكل كبير جدا الصناعة طيب النهارده مقييس الجودة واطلع منتج جودته جيدة عشان اطلع منتج جودته جيدة لازم ادرس الاسواق المنافسة انا هنتج ايه هواديه فين محتاجه داخليين يعني عندي يبقى ثلاث اولويات اولا اولوية القطاع انا ايه القطاع اللي عادي اشتغل فيه مانا ما ينفعش عامل صناعة في حاجة انا مش محتاجها ما عنديش فيها طلب الجزئة التانية وهي خاصة بالطلب هل السوق المصري داخليا محتاج هزيها المنتج وخارجيا العالم محتاجه عامل ازاي قدرتي كدولة على امتاج منتج بسعر رخيص وجودة عليه ينافس الاسواق التانية لان احنا العالم كله قرية صغيرة في النواحي الاقتصادية فالنهارده اللي انت عايز تصدره يعني يهدي مثال صغير قوي الصين بعد اسمة كورونا طلعت قرار انها صدرتها من الملابس والمنسجات هتخفضها 15% 15% دول يعني 45 مليار دولار مصر بتصدر بكم ملابس ومنسجات ب2 مليار دولار طب احنا ازاي ما استغلناش فرصة يعني ده بقى هو دراسة الاسواق العالمية ان عندك اسواق متعطشة لملابس ومنتجات منسجات ب45 مليار الصين هتوقفهم وفي اسواق مفتوح انت لازم تدخل تذاكر ده وتدخل تشتغل على ده طيب النهارده نحن لانا اللي بتاع منسجات انا اللي بتاع غزل ونسيق انا بتاع القطن بالزبط لازم تشوف تنفسيتك وانت وضعك عامل ايه في الاسواق دي حاجة مهمة ايه اللي جاي في السوق يعني ايه اللي جاي في السوق يعني التكنولوجيا الحديثة النهارده والاهتمام بالثورة الصناعية الرابعة بانتهى الصرع ايه الثورة الصناعية الرابعة دي تلت ثورات اللي ابليكاتي كانوا ايه قرن الثمنتاشر كانت محاركات المخار وبعدين محاركات الكهرباء في مقابل الحرب العالمية الاولى وبعدين في التمانينات كانت الانترنت وتكنولوجيا المعلومات الصورة الصناعية الرابعة هي ما يتعلق بالروبط الذكاء الاصطناعي دخول الانترنت وتكنولوجيا في كل مناح الحياة اقتصاب معرفي ده اقتصاب معرفي بالزبط ده النهارده لازم الدول المصريات تشتغل عليه لو اشتغلنا على الملف ده فقط فانت تواكب احداث الصورة الصناعية الرابعة تمام بشكل كبير جدا وعندك النهارده متخلات في مصر وموارد في مصر تخليك تشتغل عدوة وتنجح فيه عشان تبقى بتصدر اللي العالم محتاجه وعايز تصدر بمئة مليار وخططك مئة مليار من خمسة واربعين مليار كانت اكبر صادرات لمصر في العام الحالي عايز تصلهم لمئة مليار يبقى لازم تشوف العالم محتاج ايه الاسواء اللي حواليك محتاجة ايه والتنافسية فيها والجودة اللي العالم محتاجها مش اللي انت ممكن تنتجها هي دي مشكلتنا ان التنافسية في القطاع الصناع تنافسية ضخمة جدا النهارده المثال مش بس التركية اي دولة النهارده بتنفسك بتنفسك بايه سعر منخفض وجودة عالية انت داخليا لو جايلك بروتكت من بره او منتج من بره جودته عالي او سعره منخفض مش هتقدر تصنعه محليا لو سعره محليا وجودته الراجل اللي عندك مش هشتريه بالمناسبة وناس كتير جدا مستعدة تدفع تمن الجودة يعني معنا لما بجيب صناع منتج ماجيلي من الاتحاد الاوروبي ما هو سعره مش رخيص بس بجيبه ليه عشان الموثوقية بالضبط وكمان في حتة مهمة قوي انا بص انا عمالة ضرب افا امثلتي قطاعات قطاع الدواء مصر فيها 150 مصنع دواء طب المادة الخامة الخامة مصنعين يبقى كده النهاردة عايزين نروح ان احنا نركز على الخامات في صناعة الدواء لان صناعة الدواء بشكل عام 92% منها منتج محلي 7% استراض لكن المادة الخام مصنعين بس دي الحاجات اللي احنا عندنا لازم عندنا نشوفها الدولة عمد ايه عمد حصر لمية واحد وتلاتين مادة خام من مواد اللي احنا بنستوردها من الخارج بتدخل في الصناعة دي بداية لمرحلة جديدة فيما يتعلق بالصناعة وهذه المناقشة هي مجرد بداية حتى مع استمرار المؤتمر اللي جاي بإذن الله مصر تستطيع بالصناعة من وقت انعقاده هنستمر في مثل هذه المناقشات لان دي مناقشات مهمة جدا وبالنسبة لي دي المزيكة اللي في حياتي الاقتصاد والصناعة انا بشكركم جدا انا بأسف على اللقاء القصير ده لكن ده هامنا الوقت على رأي بعضهم لكن هنتقابل تاني وتالت وعاشر لنا الشرف كل شكر سيادة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كل شكر سيادة النائب أحمد سمير عضو لجنة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ نورتونا وشرفتونا والى لقاء قادم وقريب ان شاء الله لحظات يكون موجود معاكم كريم رمزي اما احنا نبقى موجودين معاكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات